هذه أبرز العناوين وليد راقراجي يمنح براهيم دياز الفرصة الأخيرة سوفيان أمر بطلاعب مونشستر يونيتد في ورطة كبيرة ويثير جدل في شياطن الحمر بتصرف جديد تضامنا مع ضحي الزلزال نادي إشبيليا يعرض على الجامعة إقامة مباراة خيرية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وليد راقراجي يمنح براهيم دياز الفرصة الأخيرة منح الناخب الوطني وليد راقراجي فرصة أخيرة للعب إبراهيم دياز المحترفة في صفوف فريق ريال مدريد من أجل حسم قراره نهائي بشأن انضمامه للمنتخب الوطني المغربي أو الاستمرار في انتظار دعوته للالتحاق بمنتخب اللاروخة الإسبانية وقالت جريدة الأحداث المغربية من مصدر مطلع أن الناخب الوطني عقد اجتماعا مطولا مع دياز الحامل الجنسياتين المغربية والإسبانية مادم اتبع مباراة ريال مدريد لدريال سوسي دادة التي أقيمت مساء الأحد بملعب السانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد وشارك فيها اللاعب المغربي لدقائق معدود كبذل في تاني لقاء يجمع بينهما خلال بضعة أشهر وضف المصدر ذاته أن مدرب الأسود جدد عرضه لدياز للانضمام إلى الصفوف أسود الأطلس المقبلين على خوض غمار نهائية كأس الأمم الأفريقية التي ستحتضنها الكودفور والتي يدخلها الفريق الوطني برهانات كبيرة وأوضح المصدر أن والد رجاجي طلب من دياز حسم قراره النهائي قبل إعلان الناخب الوطني عن اللائحة النهائية لللاعبين الذين سيدخلون في معسكر إعداديا في شهر أكتوبر المقبل ومن جهتها كجفت صحيفة مارك الإسباني أن دياز يتجه لإعلان عن موافقتها على حمل قميس أسود الأطلس سوفيان أمر بطلعب مونشستر يونيتد في ورطة كبيرة ويتير الجدل في الشيطان الحمر بتصرف جديد أتار المغرب سوفيان أمر بطلعب وسط مونشستر يونيتد الجدل في الشيطان الحمر بتصرف جديد وبحسب صحيفة ديليميل فإن أمر بط يتفاوض حاليا من أجل الاندمام إلى وكلة خاصة بوكل الأعمال كيس فوس وكيل إيريك تينهاك مدرب اليونيتد وبات علاءة بالتوقيع الرسمي معها وأشارت إلى أن هذا التصرف ترى الجدل حيث أعراب بعض موظفي اليونيتد عن قلقهما إذا أتأثير المتزايد لوكلة كيس فوس على صفقة الفريق بعدما تصدرت المشهد في صفقة أمر بط وهويلوند وأوضحت أن صفيا أمر بط سيكون اللاحب الثاني في صفوف اليونيتد الذي يتعاون بشكل رسمي مع الوكلة كما كشفت الصحيفة البريطانية أن ابن تينهاك يعمل كمحالل أداء في نفس الوكلة وكانت وكلة كيس فوس قد شاركت أيضا في محادثات غير رسمية حول البيع المقترح لهاري ماغواير إلى ويستهام كما تفاوضت على انتقال زيدا إقبال بقيمة مليون جنيه استرلين إلى أوتريخت تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز نادي إشبيليا يعرض على الجامعة إقامة مباراة خيرية عرض نادي إشبيليا الأسباني لكرة القدم إقامة مباراة خيرية لصالح المتضررين من زلزال الحوز وذلك في إطار الصداقة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا وحسب موقع استاديو دي بورتيفو الأسباني فإن رئيس نادي إشبيليا خوسي كاسترو أرسل هذا العرض للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعدما أعلن ذلك يوم الاثنين في حدث أقيم في إشبيليا من طرف جمعية الصداقة المغربية الأندلوسية منتدى ابن رشد ووفق المصدر ذاتي فإن رئيس النادي الأندلوسي عرض أن تقام مباراة بين النادي وأحد الأندية المغربية أو المنتخب الوطني وأوضح الموقع أن الرابط تهدف إلى تحسين العلاقات التنائية من خلال الدبلوماسي التقافي البوازية والتغلب على الصعوبات وخلق مساحة الاتفاهم والحوار الدائم بغض النظر عن السياسة أو الدبلوماسية أو غيرها مزراوي يخافف حدة مصائب أونانا قدم المغرب نصير مزراوي مدافع باير ميونيخ لفتة طيبة تجاه زميله السابق أوندري أونانا حارس مارما مونشستر يونيتد عقب مباراة الفريقين في دور أبطال أوروبا وكان البوفاري تغلب على اليونيتد بأربع لثلاثة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للشامبيونس ليك وحارس مزراوي على الذهاب أول أونانا عقب صفرة النهائية ومواساته عقب الخطأ الذي ارتكب في الشوط الأول وكان ليرويساني نجم باير أطلق تسديدة أرضية لم تكن بالقوة الكافية لكن أونانا فجأ الجميع بتعامله مع الكرة برعونة لتمر منه وتسكن الشباك ليتقدم البايرن بهدف في الشوط الأول وفتح هذا الهدف الطريق أمام أصحاب الأرض للزحف نحو مرمى الحارس الكاميرونية ما أدى لهدف ثاني بعد مرور أربع دقائق فقط عبر سيرجي جنابري خطاب مهم من الكاف إلى الاتحاد المغربي بخصوص كان الفين واربع وعشرين تلقى الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الأفريقي كاف يخبره من خلالها بآخر أجل لإرسال قائمة لاعب أصد الأطلس التي سيحددها وليدر جراغي المدير الفني لمنتخب المغرب للمشاركة في نهاية كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها بالكوديفور مطلع العام المقبل وحددت الكنفيدرالي الإفريقي لكرة القدم يوم الثالث من شهر يناير موعدا نهائي لتلاقي قوائم المنتخبات المشاركة في النهائية القارية على أن تتضمن 26 لاعبا وقائمة احتياطية تضم أربعة لاعبين إذ يسمح بتغيير لاعب واحد قبل 24 ساعة على انطلاق أول مباراة للبلد المشارك في بطلة أمم أفريقيا وذلك حسب تضاعيات القوات القاهرة على أن يكون اللاعب الجديد مسجلا ضمن القائمة الاحتياطية وليس من خارجها وسيكون وليد راق راق مجبرا على الإسرع في تحديد قائمته قبل الموعد المذكور واختيار اللاعبين الذين سيضمهم من صفوف المنتخب المغربي تحت 23 سنة لا سيما أنه اختبر أكثر من 6 لاعبين أولمبيين في مناسبة سابقة فضلا عن عزمه ملفات عدد من اللاعبين المزدوجة الجنسية الذين يرأوا في الاستعانة بخدامتهم في الكودفور على غيرار إبراهيم دياس لعب ريان مادريد الإسبانية وإلياس بن صغير لعب موناكو الفرنسي ومحمد عليشو مهاجم ريال سوسي ضد الإسبانية وسيتعرف المنتخب المغربي على منتخبة مجموعته في مصابقة كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين الثاني عشر من أكتوبر المقبل الذي سيشهد تنظيم عملية سحب قرعة المصابقة تحت إشراف الكونفيدرالي الإفريقية لكرة القدم بحضور ممثلة الاتحادات والمنتخبات المشاركة ومن المقارر أن تنضلق منافسة كان الكودفور 2024 رسميا يوم السبت الثالث عشر من يناير المقبل بالمباراة الافتتاحية على ملعب الحسن وترابي مدينة أبيلجون وسيكون طرفها المنتخب المنظم الكودفور على أن تجرى المباراة النهائية يوم الحدي عشر من فاب براهير المقبل هذه أبرز العناوين وليد راقراجي يمنح براهيم دياز الفرصة الأخيرة سوفيان أمر بطلاعب مونشستر يونيتد في ورطة كبيرة ويهتير جدل في شيطان الحمر بتصرف جديد تضامنا مع ضحايا الزلزال نادي إشبيلي يعرض على الجامعة إقامة مباراة خيرية اشتركوا في القناة